بعد نحو نصف عام على انطلاق التظاهرات الشعبية الغاضبة في مدينة البصرة كشفت مديرية الصحة في المحافظة عن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا خلالها برصاص القوات الحكومية والميليشيات والمجاميع المسلحة التابعة للأحزاب 486 جريحا أغلبهم من المدنيين ونحو 20 قتيلا من المحتجين تلك هي حصيلة الضحايا التي أعلنتها مديرية الصحة بشكل رسمي بينما أكدت مصادر محلية وناشطون أن عدد القتلى والجرحى يفوق ما أعلن عنه بكثير يضاف إلى تلك الأعداد عشرات المعتقلين الذين تعرضوا للضرب والتنكيل على يد الجهات التي اعتقلتهم حكومية كانت أم ميليشياوية وبعض هؤلاء أصبح بحكم المخفي قصرا إذ أودع السجن بلا محاكمة وبلا تهمة واضحة ولا ثمة جدول زمني لإطلاق صراحهم ولا علم لذويهم حتى بأماكن اعتقالهم أسباب التظاهرات التي من أجلها سقط كل هؤلاء الضحايا ما زالت قائمة فساد إداري وسوء خدمات وبطالة وفقر وتلوث بيئي واقع يجسد للمثل الشعبي خراب البصرة أوضح تجسيد فشل وإهمال من حكومة العبادي لمعالجة أوضاع البصرة استمر حتى تسلمت حكومة عبد المهدي مهامها بيد أن الأخيرة لم تكن أقل سوءا من سابقتها مجرد بروبوغاندا إعلامية قام بها عبد المهدي أثناء زيارته للبصرة على غرار ما فعله العبادي إبان اندلاع الاحتجاجات وهذا وصف مجلس عشائر البصرة للزيارة الأخيرة التي قام بها عادل عبد المهدي للمدينة العشائر أكدت أن حلول أزمات البصرة لا تحتاج إلى زيارة إعلامية يقوم بها رئيس الحكومة فكل ما تحتاجه المحافظة هو الجدية في البحث عن حلول والإصراع في اتخاذ القرارات اللازمة المتابع لزيارة عبد المهدي للبصرة يرى أنها تركزت على تفقد المشآت النفطية التي تحولت إلى مصدر صراع على السلطة بين أحزابها في ظل الفساد المستشري وغياب قانون يحاسب أو ضمير يردع ترجمة نانسي قنقر